1500 حقيبة مدرسية وكان جواها بعض الأدوات المدرسية للطلبة الأكثر احتياجاً المقيدين يعني تحديداً في دائرة منشية ناصر في القاهرة وفكرة كمان حقيقة إنه إحنا طول الوقت بيقولون الأحزاب لازم يكون لها دور مش بس على الخط السياسي يعني كمان فكرة الاندماج مع المشكلات يعني منشية ناصر إحنا عارفين إن هي من المناطق الأكثر فقراً والأكثر عشوائية والأكثر احتياجاً للدعم أي نوع من أشكال الدعم دواء غذاء ملابس أي نوع من منواع الدعم حيانه الفعالية دي بتأتي فيه إطار سلسلة الفعاليات والأنشطة الاجتماعية اللي بتقوم بيها أمانة القاهرة لتقديم الخدمات للموطنين كمان حزب مستقبل وطن اتبنى إعادة ترميم منازل 105 أسرة فمش منشية ناصر بقى لا راحوا لمركز مينيا الأمح في محافظة الشرقية وحنشوف دلوقتي الحقيقة مجموعة من الصور لها علاقة بهذا الترميم كنت لسه حالاً بقول لحضراتكم أنه ده اللي طول الوقت بنطلبه من الأحزاب السياسية إنها مش بس يكون لها خط سياسي بتمشي فيه أو بتسير فيه لا كمان فكرة الاندماج في المجتمع والاندماج في المبادرات اللي لها علاقة كبيرة يعني لما نشوف المناظر دي وترميم المنازل دي 105 أسرة منازلهم بتترمم يعني 105 أسرة اضرب في متوسط مثلاً يعني على سبيل المثال 3 ل 5 أفراد فيها الناس دي كلها كانت مهددة بسقوط منازلها عليها في أي وقت أو الناس دي ما كانتش عارفة تيجي تسكن في هذه المنازل هي بتاعتها ومش عارفة تسكن فيها لأنه هذه المنازل ربما قديمة أو إحنا عارفين عندنا مشكلة الصرف الصحي القديمة طبعاً الأزلية اللي بتخلي المية تحت تنشع إلى حد كبير جداً فبيحصل تشققات في الجدران فدي الحقيقة نقطة مهمة جداً وهذه أدوار مختلفة للأحزاب نتمنى أنها تكون موجودة في كافة الأحزاب الأخرى عايزة روح مع حضراتكم لخبر أنا دي صور ترميم بعض هذه المنازل ترميم منازل مية وخمسة أسرة في مركز مينيا الأمح في محافظة الشرقية